يسعد صباحكم أكد المتخصصين بطب النفس وعلم الاجتماع أن الطفل بالأربع سنين بتبدأ عنده اضطرابات السلوك فبيصير الطفل مزعج بشكل عام لأهله بحركاته وبعناده كأنك ترانين هالأطفال هالأيام على أيام جيدنا يعني ما كان فيه هالظهور لموضوع العناد أو موضوع التأفف أو التململ وهون الأهل ممكن يفقدوا السيطرة على الطفل إذا لم تتعاملوا معه بطريقة الصحيحة من البداية كرمال هيك اليوم رح تكون معنا الاختصاصية النفسية مريم شي شكلي لاتخبرنا أكثر عن تفاصيل التعامل مع الطفل الملول والعصبي خلينا نقول صباح الخير صباح الخير أهله وسهله فيكي معنا كثير منسمع شكوى من الأهالي أنه أنا بظل بحاول عبي وقت ابني بظل حاول جبله ألعاب خلينا نقول على البيت خليه هو يعمل نشاطات في البيت لحتى ما يمل رغم هيك نشوف الولاد يمل من ألعابه ويعصب أيام بدون سبب أو بشكل ممكن يكون مبالغ فيه غيرنا نوضح بداية ليش الولاد ممكن يمل بشكل سريع ويعصب بشكل سريع طبعا نحن خلينا نشوف أنه الملل هو أصلا شعور من ضمن المشاعر الإنسانية شعور وجداني إذن هو يعني بالنهاية أي شعور موجود عنا هو شعور مفيد حتى الملل هو شعور مفيد لكن نحن ننظر إله لأنه هو يعني الطفل هون فيه يبلش ينق بوشنا وأنا مليت وكذا ننظر إله أنه هو شعور غير جاية طبيعي الطفل أنه هو يشعر بالملل لكن أنا يعني أني أنا عبي وقت فراغه بشكل كتير كامل هذا كمان في إله مضار لذلك أنا بدي انتبه كيف أنا بدي خليه يعبي هو وقت فراغه يكون فيه يعني منطرفي شوية إرشادات لإله لكن مو مهمتي كأب أو أم أني أنا عبي وقت فراغه بشكل كامل يعني إذا كان الطفل بقول أنا مليت هذا ما بيعني أني أنا أم سيئة أو أب سيئ لأنه الطفل بملل لأنه الكبير عم يملل ثم أبالك الطفل خاصة بظل الظروف اللي عم يعيشها يعني أهالي الأطفال اللي عم يتابعونا اتصالات كون مرحب فيها على الرقم 9342 داخل دمشق 011 9342 من أي محافظة سورية تانية لحتى تطرحوا ممكن معاناة مع طفل أو تجربة ممكن تشاركونا فيها وتسمعوا رأي علم النفس والاختصاصيين فيها الطفل نبي مل ولكن أنا ممكن كأهل كأب أو كأم عم بعمل شي عند هالطفل بخليه مل بسرعة في ممارسات خاطئة الأهالي بيرتكبوها بخلوا الأطفال هيك متذمرة تماما أكيد هلأ في شي هو الفراغ الكامل طبعا وقت بيكون ما في شي منظم فهذا ممكن يعمل الأشياء الأوقات الرتيبة أو الأوقات اللي هي فيها فراغ كامل بتعمل هذا الشي لكن المفاجئ أحيانا أنه أنا وقت بعبي وقت فراغ الطفل بشكل كتير كبير يعني من دورة لدورة لدورة كل وراء بعضه هذا كمان بسبب الملن إذن من واجبي كأم وأب أنه أنا خلي وقت فاضي للطفل لحتى هو اللي يكتشف شو بده يساوي يعني الشي اللي ممكن يكون مفاجئ أنه فيه فوائد للملل يعني الملل عند الكبير مصدفة للفوائد هو يتفكر أو يخلق شي يقدر يعمله بالضبط فمو من واجبي أني أنا عبي كل هاي الأوقات ليش لأنه هاي الأوقات أحيانا ما بقوم من اختياره يعني أحيانا أنا بحطه بدورات أنا اللي بحس أنه هي بتناسبه لكن هو يكتشف يفوت العالم الداخلي ويكتشف شو هي الأشياء اللي هي بتناسبه ما عنده فرصة أصلاً أن يكتشف هذا الموضوع فلذلك هاي أحد الممارسات وهي هلأ فعلاً كثير من الأهالي أنا بلاقي أنه أطفالهم ما في عندهم وقت وقت يتنفذ يمكن الأهل مبسوطين أنه أنا معبي وقت طفلي كاملة تماماً هو أكيد من نية جيدة يعني هو بفكر أنه أنا هاي خلاص عمبي له وقته إذا هو ما رح يروح للأشياء اللي هي ممكن أنه تشغل أشياء سيئة أو هيك أو بيتركوا على الموبال تماماً هاي بقى الشغلة الثانية والأسوأ كمان هلا بنحكي عنا أكيد مفصلاً نحن نأخذ أول اتصال معنا وأول سؤال معنا وفاء صباح خير وفاء صباح النوج يا سعد صباح هيك أهله وسهله فيك تفضلي شو سؤالي يا أهلي أنا ما بعرف ما حد سمعت شو حكت أنه رفع السماعة ما في مشكلة ما في مشكلة الطفل يعني شو ما جبت ولو من أشياء من الألعاب حتى لو حطينا دورات رياضة باللي ناله وقته بتحتي دائماً أنه مو ممنون مو مبسوط منكم أي ما له مبسوط فما عم بعرف شو الطريقة يلي يعني هو عمره ستتنين الطفل قدي عمره الطفل ست سنوات ست سنوات ست سنوات طيب راح تسمعي الجواب أكيد طيب شكراً كثير لكم ويسعد صباحكم شكراً ليلة إذا هو عم تقول أنه عمره ست سنوات شو ما عجبوا له ما بيستمتع ولا بيحس بالممنونية مثل ما ذكرت حضرتك هلا نحن مننتبه أنه بعض الأطفال وقت اللي بيشوفوا لعبة جديدة بالسوق ببلش وينقوا بدون ياها فبيظل بنقوا الطفل بالآخر بجبلوا ياها بيلعب فيها ضيقتين وبيكبه ويرجع للعبته القديمة هون في شي غريب بالموضوع هلا لازم نعرف أنه اللعب أعفوا الطفل بيكون علاقة مع اللعبة اللي بيلعب فيها اللعبة بالنسبة له موشة جامد اللعبة بالعكس بيكون معها علاقة ممكن يحكي معها يحلم معها يعني يكون في لديه عالم خاص بها فأنا من واجبي كأم أني أنا أعود ألعب معه شوي لحتى بمساعدتي يبني هالعلاقة الجيدة بينه وبين اللعبة لأنه اللعبة موشة جامد بالنسبة له فهو يرجع لالعابه القديمة معناها هو يرجع لعلاقاته القديمة فأنا بحاول أني أنا مع الألعاب الجديدة أعود معه فترة فأنا هون بكسب شغلتين فأنا كونت معه علاقة جيدة مع هذه اللعبة أعرف كيف يلعب فيها كان فيه أوقات حلوة فيها وجزء الثاني أني قضيت وقت مع أبي وهذا الوقت الذي يحاجه له هذا الوقت بحاجة له طفل صار معنا اتصال جديد أيضا صباح الخير ريما صباح الخير أهلا وسهلا فيك سعاد صباح ريما من وين تتحدث معنا من المزدة من الشام أهلا وسهلا فيك المزدة بالشام لكي تتحدث مع المحافظات يعرفون من وين سؤالك من الشام سؤالك سؤالك أنا بنتي بضل بتقولي أنا مالة مالة أدي عمرأة بنتي عمرأة عمرأة عشر سنة عشر سنة تمام تمام طيب إنتي لما بتقولك بضل مالة أنا مالة شو بتعملي جب لألعاب ما بتلعب كتير بالألعاب بطي الجوان يعني بحثة أنه بس بدي الجوان جوه بدي بس الموبايل هاي متماعالة لنا من شوي الموبايل هو قصة الأحالي بيلجأوا لألعاب بس كما ليعبوا وقت أطفال رح تسمعي الجواب أنت وكل المشاهدين من الأستاذة فضل يا أستاذة هلا اعتماد الطفل على العوامل الخارجية للتسلية هو هذا اللي بيخليه من الأحيانا هذا ما بيخليه شعور بالرضى الداخل فأحيانا وقت الطفل بيقول أنا مليت ممكن الأهل يقول له طيب يعني أنا ما رح أتركه هيك تماما ولكن بنفس الوقت مو أنا واجبي يقول له مثلا او مرسوم او معميل هالقصة الفلانية أنا ممكن حرد عنده اسأله سؤال حرد عنده التفكير والإداع الداخل شو حابب تعمل شو ممكن تعمل شو في عندك ألعاب شو ممكن تبتكر من هاي الألعاب شو بتحب أنت هلأ هلأ بهذا الوقت الحالي شو أكتر الشيء أنت ميال إنك تعمله هاي الأسئلة كفيلة إنه هي تفتح عند الطفل بعقله هو أفاق جديدة أصير الفكر لأنه أنا ممكن أقترح على اقتراحات ما تكون هي مناسبة له بس بيصير دائما عندي شعور إنه أنا اللي لازم كأم ملي وقت فراغه وهو عنده شعور إنه يلزمني بهذا الموضوع لكن بكل الحالتين ما في رضا يصير من عند الطفل لازم هو يشعر إنه الشعور بالملل يولد الإبداع عند الإنسان الكبير والصغير يلحق بهذا الوقت هو يمكن يفكر يقدر هو يبتكر شيء يقدر هو يخلق شيء أيام نشوف عن جد في أولاد من شغلة بسيطة بتلاقي التها يمكن ساعة بها الشغلة بيكون هاي نحن اليوم نحكي بلشنا حديثنا بأنه الولد من عمر الأربعة سنين بيبدأ عنده شوية اترابات سلوكية ممكن نلاقيه عم يعصيب عم يصير هو عنيد ما عم يرده يعمل كل شيء ممكن خينا نقول على مزاج أهله أو أي شيء يقول له عليه بهذه المرحلة شو بيكون بيصير عند الطفل هون شو هو عم بلش يتكون عنده شيء جديد تماما هو عم بيكون شخصيته يعني أنا فكرة أني أنا أنا بدي أسعى لخلي ما يقول لا ودائما يقول لي حاضر هاي فكرة جدا خاطئة دائما أنا بقول له انبسطوا وقت الطفل بيقول لكم لا معناها إذا قال لا بقلب البيت فعنده شعور عنده شخصية عنده شخصية عم يبنيه وقادر يقول لا برا البيت لماذا أنا بدي هو طفل يعني ما أعلم شو اسمه هاي الشخصية اللي هو جوات البيت عم يقول حاضر 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 بكل شيء يعني وبرى البيت بدي يكون قوي ويقول لا عند المغريات هذا ما بصير تماما فحتى مشاعر العصبية هي مشاعر صحية بوقت من الأوقات لكن أنا طبعا ما بخليها يعني أنا بشوف إنه قديش هي عم تكون عم تتواجد وقديش عم تكون مداها طويل أي شعور بشعور في الطفل خلي ياخد يحس ويشعور فيه ما نخلي إحنا نوقف نحنا كأهل مو واجبنا نوقف المشاعر نحنا واجبنا نوجه الطفل كيف تيتعامل مع هاي المشاعر مية بالمية الحكي دقيق وعلمي وواقعي اتصال جديد هدى صباح الخير هلو صباح الخير هدى إذا عم تسمعين عم يصبح عليك سعد صباحي شكل ما عم تسمعنا هدى هدى يمكن ما عم تسمعنا طيب في كتير ظروف عند الأهالي بتمنعون هنني يترفهوا يعني واقعنا الاقتصادي اليوم بسوريا وبمعظم دول العالم كتير صعب أنا ما عندي وقت لحتى أنا أعد ارتاح كأهل كأب مثلا بدك كمان أعد سلي أطفالي ولعب مع أطفالي وأحاورون وأسمع شو بدون ما أنا يا دوب عم أمللون الأكل والشرب الصحة النفسية للطفل بهالمرحلة تكافئ وتوازي الصحة الجسدية مين بيضغى على مين وإذا فعلا الأهل مجغولين شو الحل البديل طبعا أكيد الصحة الجسدية كمان في إلاء يعني عامل كتير أساسي بتدعم الصحة النفسية والعاكس هلأ كأهل يعني إذا هني متل ما قلت هني أصلا مضغوطين وهني لأنه حتى نحنا الكبار عم نلجأ لوسائل الترفيه السريعة صح وهذا فعلا بخلينا نمل يعني نبقى حاملين موبايل إذا تركنا دقيقتين بنا نرجع نحمر فهو إنه نترك حتى نحنا حالنا شوي يكون في مجالا نفكر شو اللي بدنا يا نحنا من جوه ما عم نتجه العالمنا الداخلي إحنا ما عم يكون في فرصة نتجه العالم تماما لأنه هو العالم الداخلي أحيانا مخيف شوي فهو الإنسان خلص خليني بره ما بدي اتجه لجوه فالمفروض إنه فينا نحنا حتى نكون نموذج ومثال قدام الطفل إنه نحنا مو دائما ملتيين بأي شيء طيب الأهل ما لنقادرين يعدوا دائما مع أولادهم أنا بقول لهم خصص وقت يعني فكرة أنا كتير بأهل بخاف وقت بقول لهم عدوا لعبوا مع أولادكم فأنا بقول لهم لحظة مو هيك عدوا لعبوا ولكن فقط نص ساعة ساعة بنحر فهون بصير استعدادهم أعلى خوفهم أقل لأنه فكرة إنه عود لعبوا كأنه أنا عم بطالبهم كل الوقت أكيد ما هذا هو بطلوب بوقت صغير يمكن معي بوقت صغير فهنه هون بيتعرفوا على بعض تخيلوا نحنا عم نسعى إنه الأهل يتعرفوا على أولادهم والله بناح أولادة طمام الأولاد بيقولوا والله عندي أهل الزراف يعني يتعرفوا شو اهتماماتهم شو فكرة يعني العالم الخيال صار للكبير والصغير كتير محدود بهاي الأيام معت في وقت للخيال قداش كنا من زمان نعود نحلم ونتخيل هلأ معت في وقت وهذا جدا يعني خطير هذا الموضوع وين الإبداع بدو يطلع من وين بدو يطلع الإبداع فلذلك كتير ضروري إنه يكون في حتى إلنا أوقات معلش نكون قاعدين فيها ونملة شوي يعني أهل العمام يحكوا أكيد الشباب بالكونترول أنه حتى بفترة الكورونا رغم أكيد كل سيئات هذه الفترة ولكن لأنه العالم قعدت بالبيت لفترات نوعاً ما طويلة نحن نعرف عن جدت في عالم إنه والله إحلي طلعوا زرات يعني مسليين نحن نحن نعطى معاون خرجين أعاد معاون طيب رحنا نأخذ كمان اتصال معنا فرح من حموز صباح خير فرح صباح الخير أنت أهلاً وسهلاً فيك تفضلي شو سؤالك؟ شكراً لإلك لو سمحت في عنا طفل بالعيلي كان بعمر الست شهور صابه حالة ترفع حرارة أثرت عنده على تأخر بالنطق عن الأولاد اللي بعمره هالشي تأخر بالنطق سبب له أنه في عصبية وإنفعال كتير بأي شي بيحتاج وقت اللعب أو غير وقت اللعب بأي شي بديو يعبر عنه وأنه كلفة ينحق بمركز علاج أو أنه البيئة اللي هو ساكن فيه يلعب عبطول ما بتسمح فأتمنى أنه شي نصيحة تساعد الأهل داخل البيت كيف ممكن يتعاملوا مع هالإنفعال هاد العمل تمام، أدي عمر الطفل حالياً؟ صار إدعي 12 سنة تمام، تمام، وأنتم متأكدين أنه هاي الحالة اللي صارت معه بالستة شهور ترفع حراري هي السبب بكل هالقصاص؟ أكد عليها الدكتور ونطق تأخر لبعد السنتين وطلع عنده مشكلة بالسمع بالأذن حسب تخطيط سمع بإشراف أطباء من الدمشق وأكدوا هالشي وعمل عملية وحسن معها وكتير تحسن بعدها بس المشكلة صار أنه هالعنفوان والعصبية بالتعبير بأي شيء بالديو حسنا، ستسمعي الجواب حسنا، شكراً لأتصالي شكراً لألكم، شكراً لألكم تمام، كثير طبيعي أنه الطفل اللي بيتأخر بالنطق يكون عنده عصبية كثير طبيعي لأنه هاي وصيلة التواصل وهي صار في عنده نقطة ضعف فيها ما عم يقدر يعبر عن حاله؟ ما عم يقدر يعبر، فهذا يجعله أنه ينفعل لأنه ما بيوعى أنه ما عم يعرف يعبر فأنه ما عم يفهمه عني، فأنا كيف بدي أتواصل هلأ كثير كثير ضروري أنه إذا لهلأ المشكلة شوي مرافقته، كثير ضروري أنه يعني يلاقوا لحل يعني موضوع النطق هذا، هذا هو التواصل الأول مع العالم الخارجي إذا كان في ضعف يعني شو بدي أتوقع من الطفل، فضروري يلاقوا حل لهي المشكلة هلأ ممكن هني كمان يعني يبلشوا يعودوا على أنه يعبر كلاماً وليس بالإنفعال تماماً يعني وقت يكون معصب، أنا بدي سأله شو فيه، مو فوراً بفترض أنا ليش عصب وبحاول لقيله حل أو خليه هو يحكي لنا ليش معصب تماماً لأنه أحياناً بنتفاجأ وقت يحكي لنا أنه هو معصب ماشي مو متل ما نحن بيباننا تماماً فهني خلاص بيفترضوا المشكلة وبيفترضوا الحل أو بيوقفوا عاجزين قدام المشكلة أنه أنا شو بدي ساوي؟ تماماً فيا بيعصبوا معه، يا أما بيصيروا زيادة، ولهد ولهد هو الحل الحل أنه أنا أسأله أسئلة هيك بسيطة لحتى هو يطلع لي جواه شوفي شو صار معك؟ أنا بكون شايفة أنه حدا كسر له لعبته بس معلش بسأله تماماً بس كمان ضروري كتير يشوفوا إذا لست في مشكلة بالنطق عنده فرد مساحة من التواصل بالكلام بيننا وبينه كمان بأوقات تانية مشرطة تكون هو معصيب أو في مشكلة هذا بيخليه عبر أكتر بيخلي في صلة التواصل جيدة تماماً في اتصال جديد صار جاهز معنا من دمشق مريم صباح الخير صباح النور يا أهلاً وسهلاً في كيسة مريم سؤالك تفضل سؤال عندي أثنين شاب عمره خمسة عشر سنة عنده قلت ثقة بنفسه بخاف يعني يكتب الثاب لكيسة مثلاً لأبوه لحك معنه يعني كيسر يعني مدلل عند أبوه كل ما بعرف يعني دائماً هيك بدي مشكلة بيستغد هاي بتحسي أنت أنه شخصيته خليني يقول نوعاً ما ضعيفة أو ثقة مالك تير موية تماماً يعني تماماً بس يعني برا بيقول لك عنده شخصية قوية برا بس الداخل عنده شخصية قوية برا بس الداخل طيب أنا في شغلة حابب أولى بس ما أعرف أنه أنتو مثلاً بتفرضوا هايبة زيادة على أولادكو بالبيت حتى هو بخاف مثلاً يحكي أو يعبي تمام هايك طيب رح تسمعي الجواب فعلاً أنا محسراً أنه في أهالي خلاص أنه جابابا رعب بالبيت أو أنه بصير هايك ما بصير هايك الأهل اللي كتير حازمين هذا الموضوع ما بيؤدي أنه الأطفال يتقوقعوا شوي أو يصير عندهم خجال أكيد والشي الملفت بكلامة أنه هو بره منطلق هايك فهمت صح هي بره منطلق تماماً لو كان شخصية ضعيفة كان العكس كنت حتشوفه بره منطوي بس لأنه الإنسان ما في دائما يبقى منطوي فبيجرع على البيت بفرد كله تماماً هاي العكس معناها المشكلة بالبيت معناها المشكلة بفرض القوانين يعني هو يبدو أنه طفل ملتزم كثير بتنفيذ القوانين مؤدب كثير يعني ملتزم هو يعني مجبور أنه هو التربية يبدو هيك من هو صاريمة تماماً أنه بدك تعمل هيك بدك تعمل ما في مجال يعني فغالباً بعلاقته يبدو مع أبو شو الحل؟ الحل أنه الأب هلأ هون يعني هو صار بعمر خمسة عشر سنة الطرفين بدون يعني يتعاونوا أنه يقربوا من بعض بس يعني الخطوة الأولى من الأب لأنه يبدو أن الطفل يبدو أنه الشاب أو المراهق هو ما عنده بجوز جرأة أو ما يعرف شو ممكن ما بقدر يتوقع شو ممكن نصير إذا قرب بدو الأب يفتح هذا الباب يبلش يقرب منه ويبلش يحكي معه والأخطاء ما نحاسب عليها محكمة نحن مالنا محكمة بالبيت الأخطاء نتناقش فيها بعدين نحاول نلاقي حلول تماماً هي أهم شيء ممكن بس ينفتح حكي خلنا نقول باب التواصل والنقاش بين الطرفين هون يمكن تسهل كثير أمورنا شكراً على وجودك معنا وعلى كل النصائح التي قدمتها للمشاهدين شكراً كثيراً شكراً لكم